في الحرب العالمية التانية كان الجيش الالماني ما كانش هو اقوى جيوش في العالم فهو كان يعتبر واحد من اقوى جيوش في العالم وده راجع الى ان الجيش الالماني فعلا كان متضرب تدريبات عالية ده بالنسبة للتدريبات الكتلية والكفاءة بالاضافة الى كم التسليح والتقدم التكنولوجي في التسليح في الوقت ده فلذلك الجيش الالماني لما دخل على روسيا وعمل عملية بربروسا كان ساعتها واخدوا كاملة كل بلا روسيا فلذلك كان التقدم السوفيتي الى برلين او منع الكوات الالمانية انها تتقدم كان لازم يتم تحرير الاراضي البيلا الروسية لان حتى لو كانوا الروس ساعتها او السوفيتي قدروا انهم يتقدموا الادام وما دخلوش على بلا روسيا فالجيش او الكيادة الجيش الاوسط الالمانية كانت هتعمل عليهم كماشة وتبدهم بالكامل لذلك كان لازم تحرير بلا روسيا لتحقيق النجاح او الاقوى واهم خطوة في نجاح الجيش السوفيتي على بلا روسيا في ملا روسيا كان فيه 28 فرقة المانية في يوم 22 من يونيو عام 1944 الجيش السوفيتي عمل واشدة من اهم العمليات العسكرية في الحرب العالمية الثانية وهي اسمها عملية باجراتيون الجيش السوفيتي علشان يواجه الجيش الالماني المتقدم وجهه بحشد كبير جدا من القوات السوفيتية والروسية اتنين وثلاثة من عشر مليون جندي وظابط من السوفيت بالاضافة لتمن تلاف دبابة ومدفع بالاضافة الى ست تلاف طائرة رقم كبير جدا علشان يواجهه 28 فرقة من بلا روسيا لذلك كان الهجوم قوي وشرس واعتمد على اول حاجة اختراق الدفاعات الالمانية الحصينة والمنيعة تاني حاجة تطويق القوات الالمانية تالت حاجة يتم ابادة القوات الالمانية وفضلت العملية من 22 من يونيو لغاية شهر اغسطس واوائل سبتمبر الى ان القوات السوفيتية ابادت القوات الالمانية 28 فرقة وكان لها تأثير بقول لحضراتكم الكلام ده ليه لان النهاردة البزنس انسايدر بتعيد نفس التاريخ وبتقول ان في ظل الاستراتيجية اللي الروس بيتبعوها لا يمكن الاوكران حينتصر على الروس السلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم ان شاء الله تكونوا بخير وبافضل حال طولت عليكم بس علشان التاريخ بيعيد نفسه نفس اللي احنا كنا بنشوفه في الحرب العالمية التانية برضو التاريخ بيعيد نفسه النهاردة عندنا في البيزنس انسايدر بيكتبوا تقرير من مجموعة من الجنرالات العسكرية في بريطانيا وهم بيتكلموا على ان اللي بيحصل في الحرب الروسية الاوكرانية ده هل ممكن انه هو يحقق نجاح؟ يعني زليانسكي قال انه انا هدفي هو تحرير الاراضي الاوكرانية كلها ولكن قالك الحقيقة ان رغم كل التضفقات العسكرية الكبيرة اللي بتعملها دول الناتو من اسلحة ومن زخيرة ومن استخبارات ومن كل حاجة ومدربين ولكن ده برضو مش هيحقق الانتصار اللي الاوكران عايزينه في فرق كبير قوي ما بين ان الاوكران مبطئين الهجوم الروسي او موقفين الهجوم الروسي في احسن الحالات او ان نحن نقول ان الاوكران يكون عندهم الجاهزية الى انهم يطردوا قوات الروسية بالكامل ليه بقى قالك لان الروس بيتابعوا مبدأ الكثافة الكثافة في كل حاجة الكثافة النيرانية الكثافة العددية عدد القوات الجيش الروسية كلام ده النهاردة حضرتكم في تقرير البيزنس انسايدر ده مش تقرير واحد صحفي ده دي عبارة عن تقارير من الجنرالات العسكريين الغربيين نفسهم قالوا ان عدد قوات الاحتياط بتاعت الجيش الروسي 30 مليون عدد قوات الاحتياط بتاعت الجيش الاوكراني كام 8 مليون قالك بالنسبة حتى الى عدد القوات المشاركة الروسية اكبر بكتير من القوات الاوكرانية بالاضافة ان روسيا لما بتحط القوات بتاعتها على الجبهة بتبقى عارفة ان القوات دي تم تدربها بكفاءة وتم تدربهم صح عكس اوكرانيا اللي دلوقتي بتفتكر الى عدد الجيش بتاعتها في الخطوط الجبهة فبيتم تصارع وتسريع عملية التدريب بتاعت القوات الاوكرانية بحيث ان هما لما بيروفوا على جبهة الكتال ما عنده غوش الكفاءة الكتالية زي اللي في الجيش الروسي ده كمان بالاضافة ان الجيش الروسي اللي ورس من الحجبة السوفيتية مجمع صناعات كبيرة وعندوهم اساسا تحت الارض موارد للحديد وللمعادن الامر اللي بيساعدهم على ان هما بيستفادوا من الذخيرة القديمة والتسليح وحتى بعد 2022 ابتدوا ان هما يطوروا ويعيدوا من هيكلة الصناعات العسكرية بشكل اكبر فشايفين ان النهاردة اصبح ان فكرة ان اوكرانيا انها تقدر تحرر الاراضي بتاعتها دي فكرة بعيدة المنال والامر كله هي الحرب حالين هي عبارة عن حرب استنزاف ولكن علشان اوكرانيا انها بنفسها هي اللي تحرر الاراضي بتاعتها مهما يكن من عتاد وتسليح اليهم من النيتو فده برضو مش هيجيب نتيجة الفعالة اللي زيليانسكي منتظرها وتاني حضراتكم التقرير اهو مرة تانية معلش علشان ممكن حضراتكم تقرأوه وتشوفوه بنفسكم جديد بالذكر ان بيزنس انسايدر ما هياش طبعا صحيفة روسية ده بالنسبة للتقرير ده مهم جدا حاجة تانية النهاردة الحرب في ليلة النهاردة او الليلة الماضية عنوانها حرب الطائرات والمسيارات وحرب السواريخ هي دي العنوان الرئيسي حصل ضربات متبادلة من الناحية دي ومن الناحية دي نبتدي من الاوكران الاوكران ضربوا مجموعة من المسيارات زي تقرير البي بي سي اللي امام حضراتكم انه هما ضربوا مركز تدريب خاص بالطائرات الدرونز مركز تدريب روسي وحسب تقرير البي بي سي قال ان نقلا عن الكوات الاوكرانية انه هما الحقوا تدمير في مركز التدريب الخاص بالطائرات الدرونز الروسية ومع قتل مجموعة من المتدربين ومن اللي هما بيشغلوا الطائرات الدرونز ده بالنسبة للجانب الاوكراني اما بقى بالنسبة للجانب الروسي روسيا وجهة مجموعة ضربات كبيرة جدا اول حاجة على خاركيف في خاركيف روسيا وجهة مجموعة من الضربات على منشآت وايضا على المدينة نفسها وده يبقى نوع من الرضع او نوع من الحرب النفسية على الدولة نفسها بالاضافة انها وجهة ضربات على كييف نفسها زائد ان روسيا وجهة ضربة كبيرة جدا جدا اعلان على الجيش الروسي في ليلة مبارح على مركز تدريب للطيران الاوكراني في مركز تدريب كبير للطيران الاوكراني كان بيضم مجموعة من الطيرين ومجموعة من الفنيين باستخدام سواريخ عالية الدقة من الارض ومن البحر تم توجيه الضربة والحقت كل الاهداف بتاعتها من التدمير روسيا ما قالتش طبعا هم تقتل قد ايه من الجانب الاوكراني سواء من الفنيين او من الطيرين الاوكران ولكن روسيا اكتفت انها قالت الحقت الضرر الكافي وهدف الضربة طبعا ده يعتبر ضربة نوعية وتصعيد كبير في الحرب وحاليا لما نشوف هنلاقي ان اوكرانيا بتعالي بشكل كبير من القطاع الكهرباء اوكرانيا حضراتكم دلوقتي في مدن بتقعد باليوم وباليومين مفيش كهرباء خالص ده نتيجة ان روسيا مركزة بشكل كبير على ضرب البنية التحتية ومحطات الكهرباء ومراكز الطاقة جديد بالذكر قادي امامكم اهو حضركم ده فيديو اهو ده لمصنع كبير خاص بالفحم ليه لان الفحم ده متضمن مصادر الطاقة فروسيا برضو ضربة محطة الوقود بالشكل ده لذلك اوكرانيا النهاردة عايزة وبالطالب في كل وقت انها عايزة سبع منظومات بالطالبة من امريكا مثل ده رقم خيالي علشان امريكا تندي سبع منظومات باتريوت لاوكرانيا ده رقم خيالي جدا المنظومة الواحدة مش بالسائل ولذلك هنلاقي ان البلدين هما اللي بتضرب عليهم وبيتم التركيز بشكل كبير اللي هي في غرب اوكرانيا وزابروجيا حضراتكم عارفين في محطة النووية ولكن زابروجيا في قوات كتيرة اوكرانية متمركزة في الجانب في زابروجيا دلوقتي روسية وزابروجيا الاوكرانية فحتى الشركة الكهرابة الاوكرانية هي بتعترف ان روسيا عاملة الحاق ضرر كبير هناك وده امام حضراتكم فيديو العبارة عن سواريخ كاليبر روسية وهي بتستهدف احدى القواعد الجوية الاوكرانية في اللي انا قلت لحضراتكم من ضرب القاعدة الاوكرانية نيجي بقى على خبر مهم جدا عندكم في مجلس الدومة وهو مجلس النواب في روسيا رئيس لجنة الدفاع جوه المجلس ده اسمه اندريك كارتبولون كلمه وطلع تصريح برضو غاية في الاهمية ده رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب هناك يعني ده واحد مسؤول جدا في كلامه مش مجرد انه هو سيناتور في الدومة ولكنه ماسك منصب حساس قوي قال ان من الوالد بشكل كبير ان روسيا تعيد فكر افكار العقيدة النووية بتاعتها ولكن يعني خلينا بس نقول ان في سنة عشرين عشرين جات روسيا وكانت اتكلمت عن العقيدة النووية بتاعتها وقالت ان احنا نستخدم النووي بتاعنا في حالة ان احنا نضرب بسلاح نووي او باسلحة استراتيجية او باسلحة تقليدية تهندد الوجود الروسي. هنا روسيا انها ممكن تستخدم النووي. غير كده روسيا ما عندهاش في العقيدة النووية انها تضرب بالنووي. بس لازم نوقف عند حاجة. في فيديو للرئيس بوتين قبل كده قال ان افضل حاجة ان احنا اللي نضرب الاول. لذلك اندري كارتابولوف قال ازا زادت التحديدات اللي هتحصل على روسيا فمن الوارد بشكل كبير ان احنا نغير من العقيدة النووية بتاعتنا. ولكنه في نفس الوقت قال ولكن في الوقت الحالي مفيش مؤشرات على اننا نغير من العقيدة النووية. خلصة الكلام علشان ما اطولش على حضراتكم. النهاردة حرب المسيرات والسواريخ هي العنوان الرئيسي في الحرب الروسية الاوكرانية. ده زائد رغم ان كمان روسيا استخدموا حاجة وحتى سموها في الصحف الغربية. روسيا في الاماكن الوعرة بقت بتستخدم الدرجات الموتسيكلات. بتستخدمها بشكل رائع جدا. قال لك بقون بيعملوها كمان بفاص. علشان يتجنبوا الدربات الدرونز اللي تحصل على الموتسيكلات ديت. بحيس ان الدرون ما يفض جرش في الموتسيكلات. فالمهم ان النهاردة الموضوع ان الاسلحة الخفيفة زي المسيرات السواريخ الدرجات الهوائية هي دي اللي بتستخدم بشكل سريع. حرب الاستخبارات هي. النهاردة كمان الكسافة النيرانية اللي بتعتمدها روسيا هي اللي خلت التقارير دي تتكتب على ان فكرة ان اوكرانيا تنتصر دي فكرة مستبعدة. والامريكان عارفين بالفكرة دي. الحرب النهاردة هي عملية استنزاف كبيرة جدا الى الجيش الروسي. لذلك الصفقة اللي عملها بوتين مع كيم يونج اونج ومتوقع انه حيتم تزويد روسيا بقزائف من المدفعية ومن السواريخ في القريب العاجل من الممكن. ما بقولش اكيد انها هتعمل تغير هذا الصيف لان الصيف ده تذكره انه هيكون صيف ساخن جدا. اتمنى المعلومات البسيطة دي تكون نقلت اعجاب حضراتكم. وبشكركم جدا على المشاهدة. ما ننساش يا ريت الدعم باللايك. ولو اول مرة تشوفي اهلا وسهلا بحضرتك. تشرف واتنور بالاشتراك في القناة. السلام عليكم. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.